السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في فيديو النهاردة عن قصة أخطر وأقوى هاكر جزائري عربي على الإطلاق والمصنف من أقوى عشر هاكرز في العالم وحقيقة خروجه من السجن بعد 23 سنة حبس والذي شفناه في بداية الفيديو منتشر على السوشيال ميديا وبيقولوا إن ده حمزة بندلاج وهو خارج من السجن هل الكلام ده صحيح؟ هنعرف في فيديو النهاردة كل حاجة أنت عايز تعرفها عنه ولكن لو أنت بتحب الهاكر بندلاج هتضغط لايك للفيديو علشان نعرف كم واحد عايزه يخرج من السجن ويكتب لنا في التعليقات لو حمزة خرج من السجن أنت عايزه يعمل إيه؟ الهاكر الجزائري المصنف الأخطر عالميا من هو وكيف وقع في قبضة أمريكا وهل فحلا خرج من السجن؟ كل هذا معنا وسنقوله في هذا الفيديو اشتهر بلقب الهاكر المبتسم وأصبح البعض يعتبره بطلا وأسطوله في مجال الكرصنة الأكترونية بعد انتشار خبر اعتقاله في تايلاند بتهمة كرصنة العديد من الحسابات البنكية عبر العالم وسركة أموالهم ثم التبرع بها إلى دولة فلسطين والجمعيات الخيرية في أفريقيا إنه الشاب الجزائري حفزة بند اللهج الذي تم هدراج اسمه في قائمة أخطر عشر هاكرز في العالم بعد أن قام بتطوير فيروس للحاسوب يقوم من خلاله باختراق أنظمة العديد من البنوك العالمية في الفترة ما بين 2010 و2012 وسركة أموالها والمعلومات الخاصة بالعملها من أجل بيعها بمبالغ مالية مهمة ولد حمزة بند اللهج سنة 1988 في مدينة تيزووزو المتواجدة شرق العاصمة الجزائر وبعد أن وصل إلى سن المراهقة وأصبح مهتما بكل ما له علاقة بعلوم الحاسوب والتكنولوجيا وأصبح يقوم برصد بعض الصغرات المتواجدة في أنظمة بعض الشركات الكبرى ومراسلتها من أجل إصلاحها إذ كان يجني بمبالغ مالية كبيرة جدا من خلال هذا العمل الذي يقوم به وعمره لم يتجاوز حينها عشرين عاما ولكن هو يا جماعة دلوقتي عنده ستة وتلاتين سنة ولكن كم بيعمل الحاجات دي كلها وهو ما كملش حتى عشرين سنة اختار بند اللهج تخصص الإعلام الأهلي بعد التحاق بالجامعة وتخرج سنة 2008 كما درس هندسة الكمبيوتر وأصبح خبيرا في كل ما له علاقة بالحاسوب إذا استمر في العمل مع الشركات العالمية التي تعاني من صغرات في نظامها الرقمي وفي سنة 2010 وخلال عملية البحث عن زبائن جدد من أجل حل مشكلة الصغرات التي يعانون منها وصل بندلاج إلى صغرة في الحساب المالي لاحظ البنوك الفرنسية وقارر سرقة المال منه وتحويله لحساب فتحه في تايلاند عوض الاكتفاء بالمبلغ المالي الذي سيصله من البنك مقابل خدماته اخترك أنظمة 217 بنكا حول العالم وتمكن من دلاج من إئتمام مهمته بنجاح وقام بتحويل ملايين الدولارات إلى الحساب الذي فتحه خارج الجزائر إسقام بصرف بعد تلك الأموال فيما ترك مبلغا مهما منها مجمدا في الحساب وخلال نفس السنة 2010 طور حمزة بن دلاج برنامج كرسنة خاصة به رفقة صديق له من روسيا وتمكن من خلاله وإلى غاية سنة 2012 من اختراق حسابات 250 بنكا حول العالم أغلبها في أمريكا والسطو على أموالها وحسب المعلومات التي وجدناها من طرف مكتب التحقيقات كما أوردت العديد من الصحف العالمية فقد حول بن دلاج وشريكه مبالغ مالية إلى حسابتهم وصلت قيمتها إلى ما يعادل 3.5 مليار دولار ليس هذا فقط فقد تم الكشف عن قيامه باختراق حسابات شركات كبرى عبر العالم وتسببه في إفلاسها إضافة إلى اختراقه مواقع مؤسسات وشركات إسرائيلية وتزوج حمزة بن دلاج ورزق بطفلة واحدة خلال الفترة التي امتهن فيها القرصنة وفي جنفي 2013 قرر السفر إلى تايلاند من أجل قضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة لم يكن الشاب بالجزائر حينها يعلم أنه FBE كان يراقب حسابه في تايلاند والذي خبأ فيه الأموال التي سرقها خلال أول عملية قام بها وذلك لأن الشرطة تمكنت من الوصول إلى المكان الذي حولت إليه الأموال دون معرفة القائم على هذه العملية ومباشرة بعد إتمامه وعائلته إجراءات الدخول إلى البلاد توجه بن دلاج إلى أقرب آلة صرف وقام بأول عملية سحب للمال من الحساب الذي كان مجمدا قبل ثلاث سنوات وفي تلك اللحظة وبالضبط أصبحت هوية حمزة مكشوفة لدى الشرطة التايلاندية وأجهزة الانتربول الدولية التي توصلت بإشهار خاص بعملية السحب من البنك تلك استمت ملاحقته ومعرفة اسمه وهويته وجميع المعلومات التي تخصه من خلال تتبع كاميرات المراقبة المتواجدة في مطار بنكو استمر الشاب الجزائري رفقة عائلة صغيرة في رحلته الاستجمامية متنقلا بين شواطئ وجزر تايلاند وهو غير مدرب لما ينتظره بعدها ويستمى القبض عليه مباشرة بعد وصوله إلى المطار من أجل الحودة إلى بلده الجزائر عرفت لحظة اعتقال حمزة بن دلاج البالغ من العمر 36 عاما تخطية إعلامية كبيرة وتم التقاط العديد من الصور والفيديوهات له التي ظهر فيها مبتسما وكأنه غير مبالي بما ينتظره وهو الذي صنف من أبرز أخطر عشر هاكرز في العالم ويشتعر أيضا بالهاكر المبتسم لأنه يضحق دائما استمى تسليمه من طرف شرطة بنكو مباشرة إلى الولايات المتحدة بتهم التورطه في جرائم إلكترونية وخلال التحقيقات تبين أنه الشخص المسؤول عن عمليات القرصنة التي تمت من خلال برنامج S.E.B رفقة شريكه الروسي استمرت محاكمات بن دلاج إلى غاية سنة 2015 حين تم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة قابلة للاستئناف وهو الحكم الذي خلف جميع الشائعات التي انتشرت حينها وتقول إنه حكم عليه بالإعدام ولكن كل هذه الشائعات وهو لحد اللحظة دي ما طلعت من السجن بقاله 23 سنة في السجن مش 15 سنة والحد الآن ما طلحش من السجن يعني الناس كلها اللي بتقول إن خرج من السجن شائعات لا أساس لها من الصحة وكده يا جماعا كن وصلنا معاك لنهاية الفيديو سلام عليكم